هسألك سؤال مباشر لأنه حقيقة احنا شايفين حالة غربة ما بين قطاع من الشباب مع اللغة العربية ولأسباب كثيرة يعني تحتاج إلى حلقات لماذا يشعر بعض الشباب أو أجياء من الشباب بالغربة تجاه اللغة العربية في التحدث بها وفي التعامل معها كيف نعيد إحياء اللغة بين الشباب هذا من ناحية من ناحية أخرى السؤال بيسأل دائما في كل مرة تيسير اللغة هناك أبواب كثيرة مثل أبواب النحوة البعض يرى أنه اللغة معقدة وصعبة وغيرها كيف نيسر هذه اللغة الجميلة العذبة لكي تجري على ألسنة الشباب السؤال ده يعني السؤال مهم جدا ويعني هجاوب عليه من خلال واقع عملي عايشنا حينما التحقنا بالإزاعة ليس كل المذيعين من أبناء اللغة عربية بل كليات إعلام وكليات مختلفة الأستاذ فاروق شوشة والسؤال صبر السلامة محمد الله عليهم أعطونا رشدة فيها المضاد الحيوي ضد فيروس أن أنت تبعد عنه عربية جميل هذا فيه كتاب سهل بسيط كانت تصدره وزارة التعليم ويعطى للطالب في السنة الأولى للدراسة السنوية القواعد الأساسية للنحوة الصرف حينما يعني انكبينا على هذا الكتاب يا سيد محمد وجدنا أن أدوات اللغة العربية ملكنا الجانب الذي يختص به الإعلامي حتى لا يخطي في اللغة العربية وجدنا الأستاذ فاروق شوشة حببنا في اللغة العربية جميل وبالتالي أنا النهاردة بقول الطالب عشان يحب اللغة العربية المدرس المدرس يحببه في اللغة المدرس يحببه في اللغة ما تبقاش حصة النحو هي البعبع للطالب ليه لأن اللغة العربية اسم حرف كلمة فعل لو بدأنا بهذه الأمور الصغيرة وهذه الأشياء تعلمناها في الكتاب والكتاب هو البداية المهمة والآن الكتاب أصبح متيسر عن طريق الأولاين وكثير من الأستاذة والمعلمين والمعلمات ليعلمون الأولاد البداية حينما كانوا يعلمون الألف عليه فتحة وتحت منه كسرة وعليه ضمة وعليه سكون كانوا يعلمون آ فتحة آ 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 أضطرت الطائرات إلى كذا فإن طلع الضاد والطائر كيف سكن الضاد وأدخل عليه الطائر لأن الحرفين دولة نحن نعطي نقولون حروف إنسانية الاستعلاء كل هذا تعلمناه بطريقة سهلة يبقى الأستاذ إذا أراد أن يعلم الطالب بطريقة سهلة يعطي له أدوات الجذب لتعلم اللغة الغربة التي يحياها البعض يعني هي غربة لكن ليست غربة عميقة لكنها هو بعد أنا ممكن أسميه نوع من أنواع يعني 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 الغفلة وحضرتك طبعا إعلامي كبير لدينا من زملائنا المسجعين في سعر الله الكريم من يتحدثون اللغة العربية في حياتهم العامة لا ينطقوا كلمة العامية مثل ما نتحدث الآن نخلط بين العامية والفصحة فزميننا نسأله كيف تتعامل مع أولادك في بيتك يعني الإجابة أن أولادي تعودوا على هذا الاداء وفهموا بل أنه يتحدث مع البسطاء مع أنصاف المتعلمين وعرفوا أن اللغة العربية اللغة سهلة وليست صعبة ليه إحنا المطلوب مننا ليست يعني إعراب القرآن للزجاج وليس لا لكن هي اللغة الدارية السهلة البسيطة لأن مستوات اللغة العربية اللغة العربية القح نحن لا نتحدث بها اللغة العربية فيها إسفاف وفيها لا تحدث لكن نتحدث باللغة الوسطى وهي اللغة العربية السهلة المفهومة